15 سعودية نشرت أسماءهم وصورهم صحف تركية مقربة ومدعومة من الحكومة التركية بشبهة علاقتهم بلغز اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي الإعلام التركي ذكر أن السعوديين الخمسة عشر وصلوا من السعودية إلى مطار أتاتورك في اسطنبول عبر طائرتين خاصتين وأقاموا في فندقاي ويندهم وموفن بيك في الحي نفسه الذي تقع فيه القنصلية اللقطات المصورة من 150 كاميرا مراقبة منتشرة في محيط القنصلية تظهر مغادرة المجموعة السعودية الفندقين صباحا للتوجه إلى القنصلية يوم الثلاثاء في الثاني من تشرين الأول وهو اليوم الذي كان فيه خاشقجي في الداخل وحسب الصحف التركية غادرت المجموعة اسطنبول لاحقا في أربعة مواعيد مختلفة وكان من اللافت ما ذكرته الصحف التركية من أن بين الرجال الذين نشرت صورهم وأسماؤهم مدير الطب الشرعي في الإدارة العامة للأدلة الجنائية في الأمن السعودي إضافة إلى ضباط سعوديين وبين دخول السعوديين الخمسة عشر القنصلية ومغادرتهم اسطنبول بثت شبكة تلفزيونية تركية لقطات تظهر دخول رجل يظهر أنه خاشقجي إلى القنصلية عند الساعة الواحدة وأربعة عشرة دقيقة كما تظهر في اللقطات حافلة صغيرة سوداء متوقفة قرب المكان وحسب الصحف التركية دخلت الحافلة إلى مبنى القنصلية بعد وصول خاشقجي ثم توجهت إلى منزل القنصل وتظهر المشاهد حافلة شبيهة بالحافلة السوداء التي كانت متوقفة عند دخول خاشقجي إلى القنصلية تصل إلى مقر إقامة القنصل العام عند الساعة الثالثة وأحدى عشر دقيقة ظهرا ترجمة نانسي قنقر